اشتركوا في القناة ثانيا المفهوم الجغرافي هو بشكل بسيط هو المضمون اللي بتعنيه كلمة جغرافية محددة وهذا المضمون هو يعطي خصائص مشتركة لظواهر من نفس النوع وبالتالي اي مفهوم نراه هو يتكون من شيئين اولا المصطلح يعني الاسم اسم المفهوم ثانيا المعنى وهو دلالة المفهوم وبالتالي هي الصفات المتضمنة المعنى بحسب هذه الصفات يتم التمييز وتصنيف امثلة المفهوم يمكن تقسيم المفهوم الجغرافية الى مفهوم المكان كالسهل مفهوم الزمان كالمنطقة الزمنية مفهوم اقتصادية كالصادرات مفهوم سياسية كالدولة او الحدود مفهوم سكانية كمعدل المواليد مفهوم الكون كالمجموعة الشمسية انما بحسب امكانيات الملاحظة تقسم الى مفاهوم مادية محسوسة مثل الوادي البحيرة والى مفاهوم مجرد غير مرئية مثل الظاهير الحرية من المهم ايضا الاشارة الى ان المفاهيم تصنف بحسب درجة عموميتها الى مفاهيم عامة او مفاهيم حاكمة هذه المفاهيم يندرج تحتها مفاهيم ثانوية المفاهيم العامة والمفاهيم الثانوية يكونان معا منظومة من المفاهيم المترابطة هذه الشبكة من المفاهيم يتم تصميمها بما يسمى خرائط المفاهيم او شبكة المفاهيم وهذا نموذج عنها والان ماذا نقصد ببناء المفاهيم ان بناء المفاهيم هي قدرة المتعلم على تصنيف السمات والخصائص المشتركة وجمعها في فئة واحدة فما هي اهمية بناء المفاهيم؟ تعتبر المفاهيم من الاساسيات التي يعتمد عليها في معظم طرق التدريس كما تساعد المفاهيم على تنظيم المحتوى المقررات الدراسية وبما انها القاعدة الاساسية للتعلم فان المفاهيم تقوم بتحسين نواتج التعلم ايضا تقوم المفاهيم بتنظيم الخبرى العقلية للمتعلم مما يجعلها نقطة الانطلاق لتعلم مفاهيم جديدة كما تنمي المفاهيم مع طريقة بنائها مهارات التفكير المنطقي والمقارنة والتمييز هناك طريقتان لبناء المفاهيم الطريقة الاستقرائية والطريقة الاستنباطية في الطريقة الاستقرائية تعني بشكل بسيط هو انتقال المتعلم من الجزء الى الكل من الخاص الى العام من الامثلة الى القاعدة اما في الطريقة الاستنباطية فالعكس هو الذي يحدث حيث تعتمد هذه الطريقة على انتقال المتعلم من الكل الى الجزء من العام الى الخاص من القاعدة الى المثال وبالتالي يتم تحديد المفهوم وخصائص المفهوم ثم اعطاء امثلة عليه اولا في الطريقة الاستقرائية حينما يريد المعلم تطبيق هذه الطريقة هناك ثلاث خطوات اساسية ينبغي الالتزام بها اولا التخطيط ثانيا عند التنفيذ وثالثا يجب دائما ان يكون هناك تقويم في التخطيط يقوم المعلم بتحديد اهدافه والامثلة التي يريد عرضها على الطلاب اما في التنفيذ يعرض المعلم الامثلة ويناقشها من هذه الامثلة يحدد الخصائص المشتركة للمفهوم المغاد ايصاله يستنتج المفهوم ثم يعطي امثلة اضافية دائما ينبغي ان يكون هناك تقويم مثلا اذا اريد ان ابين مفهوم الاقليم الاستوائي ضمن الطريقة الاستقرائية فانا احدد امثلة واعرضها للطلاب من هذه الامثلة يقوم الطلاب باستنتاج الخصائص المميزة ومن هذه الخصائص يتم تحديد معنى وصفات المفهوم وبالتالي من خلال هذه الخصائص التي تم استنتاجها يتم تحديد مفهوم الاقليم الاستوائي وطبعا بعد تحديد المفهوم يمكن اعطاء المزيد من الامثلة الان في الطريقة الاستنباطية كما قلنا بان هذه الطريقة تعتمد على عرض المفهوم وخصائصه في البداية ثم الانتقال لعرض الامثلة ايضا هناك ثلاث خطوات اساسية ينبغي القيام بها لعرض هذه الطريقة اولا التخطيط التنفيذ والتقويم طبعا في التخطيط وضع الاهداف وتحديد الامثلة اما في التنفيذ يتم بداية داخل الصف عرض المفهوم وتعريف المفهوم ثم تحديد خصائص المفهوم ثم عرض الامثلة وتصنيفها بين امثلة تنتمي للمفهوم او غير منتمية للمفهوم وطبعا دائما مع ضرورة التقويم نأخذ مثال عن النبات الصحراوي بمناقشة مع الطلاب يتم تحديد خصائص هذا المفهوم ثم يتم عرض على الطلاب امثلة تتضمن هذه الخصائص مثلا يمكن عرض صور من خلال هذه الصور على الطلاب استنتاج تلك النباتات الصحراوية التي تتضمن الخصائص السابق ذكوها يمكن استخدام كلتا الطريقتين في تعلم المفاهيم إنما يلجأ المعلم لاستخدام الطريقة الاستنباطية عند عدم توفر الوقت الكافي نظرا لأن الاستقرار يتطلب وقتا أطول ولا بد من الإشارة لضرورة تطبيق الطلاب للمفهوم الذي تعلموه وبالتالي ربط الجغرافيا بالواقع